السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أممون من غراءة شاللو شيكس طبعا في مقطع اليوم بإذن الله تعالى راح نتكلم عن اللي هو المهمات الأسبوعية سكينات ما قبل النزول وكمان اللي هو الأوتيف شوب الأسبوعي وشرح للمهمات وإلى آخرة فأنا عتذر صراحة أنا عارفا ينات أخرت وكل حاجة لكن تعرفون دراسة وأرهاق صراحة فقبل نصاع صحيت وصح صحت وكذا فقلت بإذن الله خلونا نسجل المقطع وياب قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تصلون عن رسول عليه الصلاة والسلام ولا تخلونا المقطع يلهيكم عن الصلاة المكتوبة ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس التنبيه كمان وتعليقات حلوة زوجوهكم هالشي يحفزني ويدعمني الله يسعدكم ويلا نتقل إلى الفيديو فهيب أول حاجة خلونا نشوف اللي هو الجائزة الأسبوعية اللي هو ذا عبارة عن سيف أو سورد حقة الأمبريلا أو المضلة حس ديووو والله قنات دي دي اوكي يا جما خلونا نبدأ في الشرح زي كده اول حاجة يقول كمبليتا ايسلاند وفلو سكولز اللي هو تخلصون هذا المهمة حق القراصنة والشي ثاني اللي هو get five head strike in laser tag انكم تقتلون ثلاث أشخاص بدون ما تموتون وراء بعضها يعني خمس مرات تقتلون ثلاث أشخاص بدون ما تموت يعتبر واحد من أصل الخمسة تقتلون ثلاث أشخاص بدون ما تموتون زيادة كمان تنين من أصل الخمسة وهكذا في ماب اسمه laser tag complete the golden trophy تخلصون هذا المهمة بحتل حسب المهمعتكم get five head strike in paintball نفس حركة laser tag انكم تقتلون ثلاث أشخاص بدون ما انتم تموتون خمس مرات هذا الطريقة complete ten games in dodgeball تخلصون ثلاث أقيام في هذا الماب وبذلك يكون الأمور تمام طبعا ما يحتاج تخلصونه كلهم اختاروا أسهل ثلاث مهمات وسووها يعني فيب هذا هو شكل المضلة نشوف الصراحة يعني حلوة العجب أن العز يضحك فالحين خلونا ننتقل للأيتم شوب الأسبوعي طبعا مثل ما تشوف الأيتم شوب الأسبوعي في حاجتين جديدة ولفتنتباهي اللي هو الحزام طبعا اللي هو شسم الحصان يعني هو تشبه حق الموعز بس اللهم حصان بتكون لمدة تسعة أيام ومن ثم تروح يعني بتكون شبه نادر لحين خلونا ننتقل للفقرة الرهيبة الجميلة بالأصة حق الاسكنات ما قبل النزول سواء كانت باندل سواء كانت السكنات اللي تكون في البورد أو يعني تفاهمين علي طبعا يا بفتاريخ اللي هو شهر تسعة تاريخ ثلاثة وعشر رح تنزل هذا السكن لونها غري قبل كان نزلت اللي هو لونها أحمر يعني إذا ما خابطني رح تنزل هذا اللي هو غري مثل ما تشوفون اللي هو لبس قبعة يعني رح تكون عليها تخفيض 50% حرفيا يعني تخيلوا سعرها من 4500 رح تكون شهر اسمه 2250 إذا ما خابطني فيب الحين ننتقل لي اللي هو حزمة التوكن اللي هو تفتحون الساعة تروحون للستور تروحون مثلا كأنكم تشترون التوكن رح يطلع لكم هذا البندل احتمال بكرة أو بعد البكرة تنزل تمام اللي هو هذا اللبس كأنه حق المزارعين مدري والله هذا إيش لأ ما مزارعين ما ظنيتي شكله مره اللي هو حلو اللي هو أفارول إذا ما خابطني فهو حلوى شكله ياب هذا كل اللي عندنا في مقطع اليوم أتمنى للمقطع أعجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس التنبيه وتعليقاتكم الحلوى وإلى آخرى الشي يسعدني الله يسعدكم أسأل الله أن يحفظكم ويسعدكم ويجبر بخاطركم دنيا وآخرى يا أحنا متابعين أشوفكم في مقطع الجاي بإذن الله تعالى مع السلامة